ما بين شمالي العراق وجنوبه إذ محلت المسافات ليس جغرافيا وإنما فكريا ومعنويا حيث تلاقى الثقافات محافظات عدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بمهرجان الأقامة منتدى المرأة نبع الحياة منظم المهرجان سعوا لإيصال رسائل سياسية واجتماعية دمجنا هدفيا في آن واحد هو تمكين المرأة والتعايش السلمي التعايش مع أخواننا الأكراد وكل الأقاليات هذا ليس أول معرض هذا ثالث معرض معرض الأول سواء في المنطقة الجنوبية في البصرة والمعرض الثاني بغداد والمعرض الثالث في عروس الأقليم هو أربيل عقود طويلة من التأثيرات السياسية التي ولدت تباينا في العلاقات ما بين العرب والكل وحالات من التوتر تارة وجمود تارة أخرى ويسعى هذا المهرجان ليعطي صورة عن إمكانية خلق حاضنة تسع جميع الأطياب من هذا المنبر كحرة أبين للعراقيين إحنا أهل أخوة إحنا اللي تسمعونا كلها غلط بدليل إحنا أبوابنا مفتوحة لكم وقلوبنا مفتوحة لكم إيدنا بيتكم أي دعم تريدون إحنا سعيدين جدا بها أكيد والله هو التعايش يعني الخربة يعني منه يعني هو خرب يعني الناس الماعدها وعي الناس الماعدها ثقافة تحب تخرب البلد تحب تروي توصل يعني إلى خراب البلد على مد ما يقدر البلد يتطور الأحسن والأحسن ويعد أقليم كردستان مصدر جذبا سياحيا للقادمين من المحافظات الأخرى إلى جانب احتضانه لما يقرب من 60 ألف عربي ما بين مقيم دائم ومؤقت وهو ما يشكل في بعض الأحيان مناسبة تحتك باتجاهين سلبي وإيجابي لم تترك السياسة شيئا في العراق إلا وعبثت به سابقا كان هذا المشهد يجري بصورة طبيعية وعفوية أما اليوم فهو بحاجة إلى موافقات كثيرة وتنسيق مسبق يوسف الحسيني الحرة من بارك سامي عبد الرحمن أربيل